السلام ليوسف الناجر خطيب العذر المختار المشهود له أنه بارذ الشيبة والواقر هو من نسل الأبرار من عشير الدود المختار عينه الرب باقتدر وحصنه بكرمة ووقر عينه الرب وقت منه يا كن خطيبا لأمه عصته أظهرت علامة طارت شبه حمامة فأخذ مريم الصابية البات للطهرة الناقية إلى بيته بكل حنية ليتمم المشيئة الإلهية ظنها زوجة عادية وهي للباتولية مشتهية ففضت نعمة سموية في النصر واليهودية طوبك أيها البر طوبة لبيتك المختار فيه أتات البشرى الهانية بميلة فادي البشرية الصابية حفظت في قلبها بشرت ميلة ربها ويوسف نظر بطناها تحير ولم يقل لها حقيقي هو بر كما شهدت الأسفر لكن الأمر جعله يحتر فلم يتركه أب الأنور الأمر يخص الفادي لذا أرسل ملك نوراني يطمئنه بالحبل الإلهي فصحد مش استحقاقي هقد اقتنيت الحقل الذي يسب العقل به الجوهر الثامينة ياسع غالي القيمة السماء لن تنسى أتعابك وسهرك وترحالك وبذلك وخدماتك وشهمتك وكمالك لم تكن أباً للمسيح بل أخذت اللقب الصاريح ليس على سبيل الماديح بل تكريماً لشخصك الخديم سمعاً حاضل حيظة بحمل الكلمة الأزلي وحملته أنت كم مرة يا لهذه النعمة الكبيرة نلت كرمة الأبوة وعظمك الرب بقوة وأرسل ملاكه يعلمك مصر تكون ملجأك وأصبحت الشخص المسؤول لذا جك المالك مرسول خذ الطفل وأم النور وإلى مصر قوم على طول لم يعين في مصر ما كان فطفها معك يا مقدم وتبارك وادين وجبل قاسقام بالزيارة الفريدة المانال مصر يا باختك يا هاناكي بالطفل يا سعلم ماجاكي راكباً سحب خافي فهي العذر العافيفة يوسف ظل يعمل نجر ويعول الصبية وابنها البر حتى جاء الوحي بالعودة وأته الملك لثالث مرة وهكذا تم المكتوب من مصر دعوت ابن المحبوب فالوقت في مصر قطل والحظر مضى وازل ورجع مع العذر والغلم إلى الناصر بسلام الصبي أم في القامة ممتلئ نعمة وحكمة لذا نطوبك بالألحان ونسأل توبة وغفراً من عند الرب الدينا الذي تجسد وصار إنسا تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله القديس يوسف البارعن أجمعين 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 أكسيوس بي أجيوس يوسف بي همشي